السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأربعاء 27 آذار مارس القمر زي ما ذكرنا في حلقة الأمس ما زال موجود في الميزان رح تبدأ فترة خلو المسار ورح يستمر خلو المسار لغاية ساعات الصباح لا ينتقل القمر بعدها لبرج العقرب طبعا الانتقال رح يكون الساعة 9 ودقيقتين من صباح اليوم الأربعاء فعشان هيك نعتبر انه هاي فترة خلو مسار القمر الآن بما انه موجود في برج الميزان معناته ما زال موجود في منزلة الزبانية وهي للفساد والقطع والمشاكل رح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 12 و28 دقيقة من بعد منتصف الليل اللي هو الثلاثاء على الأربعاء بعدها طول اليوم بدي يظل في منزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 22 و3 دقاق من فجر يوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة القلب وهي أيضا منزلة جيدة وإلا الضفر والنصر والثبات والربح والسلامة القمر بما أنه ما زال موجود في برج الميزان لغاية ساعات الصباح معناته بالضل الوقت أفضل فترة عاطفية لتقوية الرابط العاطفية لا علاقة مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية لأن شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية بنكون نشطين أكثر اجتماعيا ومنميل للإسترخاء والتأمل وبيكون الحب والرومانسي واضحين بين العشاق ولكن الغيرة ممكن أنها تلعب دور في علاقة جديدة أو في علاقة فيها بعض التوتر خلال هذه الفترة مننجح في أعمالنا الفنية ويمكننا تنفيذ عمل مشترك مثلا أو مشروع ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة ترتيب أو تزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز طبعا إحنا زي ما ذكرنا هي فترة خلو المسار بتبدأ الساعة بدأت ساعة 11 و8 دقائق من مساء يوم الثلاثاء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة 9 ودقيقتين من صباح يوم الأربعاء اللي هو اليوم لينتقل القمر بعدها لبرج العقرب هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 9 ودقيقتين صباحا القمر خلص بنتقل وبيستقر في برج العقرب عشان هيك خلال ساعات النهار ما بنعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا منحب يا بنكره يا بنتقرب يا بنبعد يا بنتواصل مع الغير يا بنقطع العلاقات ما في حلول وسط وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا إحنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي فيمكن أن ينفجروا عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكن الإهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواي أو مشاهدة فيلم مغامرات خلال هذا اليوم وأيضا اتخاذ قرار مهم كشراء أو استئجار منزل جديد أما بالنسبة للزوايا اليوم طبعا في عنا زاويتين أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بعد الانتقال رح تكون زاوية ما بين زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و 36 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبرضو بتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبتقوى شهوانيتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة 4 و 17 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش فهي زاوية يعني بتخلي بعض الفرص أن تظهر على الساحة للتحصيل على مكسب مالي وأيضا منندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا الوقت مناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح عندنا الكلة والحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضول اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزايد الدودية أما من ساعات الصباح وما بعد بتصير عندنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايد لبرستاتا عظم العانى والجينعات هذه الأعضاء هي الأكثر حساسية خلال هذا اليوم يعني ما لازم أن نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها لأنه برضو مراحل اكتمال القمر ما زالت موجودة أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم بما أنه ما في خلوه مسار يعني بفترة انتهاء خلوه المسار ما فيه أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية اللي إذا كان في مجال للتأجيل بيكون أفضل ولكن أنه بدأ الجو يصلح للعمليات الجراحية دون التجميل طبعا الأشياء اللي بتترك أثار مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن الجراحان لسه ما بنصح فيها بشكل جيد ما إلا بعد انتهاء خلوه المسار هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج العقرب خلوه المسار القادم بيبدأ الساعة ثلاثة وتسعة وثلاثين دقيقة بمن عصر يوم الجمعة بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة سبعة واحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج القوس بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره سبعة عشر يوم في تمام الساعة ستة مساء بتوقيت جرينيتش بيصير ثمنتاشر يوم نسبة الإضاءة أربعة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم تسعتاش أربعة منتحسي بنسبة خمسة وعشرين في المية الآن ساعة المساء سعيدة بنسبة خمستاش في المية القمر في الميزان ورح ينتقل للعقرب زي ما حكينا في ساعات الصباح ورح يظل في العقرب ليوم تسع وعشرين ثلاثة منتحس الآن بنسبة خمستعش في المية في ساعات المساء سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية عطارد في الحمل حتى يوم واحد أربعة سعيد بنسبة خمستعش في المية الزهرة في الحوت حتى يوم خمسة أربعة منتحس بنسبة أربعين في المية المريخ في الحوت حتى يوم ثلاثين أربعة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية المشتري في الثور حتى يوم خمسة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشر في المية زحل في الحوت حتى يوم تسع وعشرين ستة سعيد بنسبة خمستعش في المية وأورانوس في الثور حتى يوم واحد تسعة سعيد بنسبة خمستعش في المية ونبتن في الحوت حتى يوم اثنين سبعة سعيد بنسبة خمستعش في المية وبلوتوف الدلو حتى يوم اثنين خمسة سعيد بنسبة خمستعش في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا بيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم من الآن وحتى ساعات الصباح ولكن بيتكون تتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الآخر طبعا شراكاتكم المقصود الأزواج وشركاء المال أيضا أما من ساعات الصباح فهنا بتنهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية لا تهملوا صحتكم من بعض التقلبات بتصبح لأجواء أكثر إيجابية من الفترة الماضية وبتتجاوب الأحداث معك بشكل إيجابي بتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعا القمر ما زال موجود في بيت العمل والصحة لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتكون تواصلوا أعمال كل بداتوا فيها من قبل وما تبادروا بأي عمل جديد لأنها فترة خلوه مسار ولا تهملوا صحتكم أما من ساعات الصباح ترغبوا بتعزيز شراكاتكم ولكن بتتعقد الأمور لأن القمر أصبح مقابلك تماما وبتترى بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر القطيعة والدعاوى القانونية لأنه اليوم خصم القوي والعرقي لبتستفزك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بوسعكم قضاء وقت ممتع مع أحباكم لغاية ساعات الصباح ولكن بدون فرض الرأي بدون فرض السلطة بدون التحكم حاول إنك تنبسط في هاي الساعات بدون اتخاذ قرارات حاسمة أما من ساعات الصباح وما بعد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم انتبهوا لصحتكم تتزامن الواجبات اليوم وبتصعب ممكن تضطر للعمل وقت إضافي ولكن أيضا بدك تحاذر من المشاكل في مكان عملك وأيضا من بعض الوضع الصحي إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بدك تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم أو شراء قطعة أثاث أو افتعال مشاكل وخلافات أو مواضيع ممكن إنها تكبر ما بينكم وبين أفراد العائلة حاول إنك تضبط عصابك أما من ساعات الصباح وما بعد بتشتد رابطكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء وأعيد العلاقات لطبيعتها اليوم الأجواء جيدة فممكن تنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل بعض المسائل العالقة أو اللي كانت مستحيلة وتعتبر فترة إيجابية جديدة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد أول عمر بتكو تنتبهوا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة أو تنقلات أثناء تنقلاتكم ما بين المدن وتنتبهوا أثناء حواراتكم ونقاشاتكم لأنه ممكن تنفهموا بصورة خاطئة واللي بدو يتقدم لامتحان بدو يستعد بشكل جيد طبعا هذا الأمر راح يظل غاية ساعات الصباح ولكنها بتظلها فترة ممتازة للاتصالات والتواصل والحوار والنقاش إذا التزمت بالتنبيهات أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبغسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم مش إنه تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد بعض التسويات اللي تحمي حقوقك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة من الآن وحتى ساعات الصباح لا سيما شراح جي ثمينة أو مغامرات مالية وأيضا انتبه على أموالك من السرقة أو الضياع رغم إنه ممكن يكون فيه لسه بعض الفرص المالية اللي تنعشك بهذا الوقت أما من ساعات الصباح فهنا بتنشطوا بالاتصالات والحوارات والسفريات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتكثر النشاطات على حسب انت شو طبيعة عملك بتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهمش إنك ما تتردد وما تتأخر بالتحرك اليوم في نشاط عالي جدا استغل الفرص الإيجابية برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعاً بتظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اليوم مرغم إنه ممكن بعض الأفكار اللي تتسرب لك هيك تعكر مزاجك حاول إنك تشيلها من بالك ما تركز عليها كثير وحاول إنك برضو ما تبادر لأي عمل جديد وتواصل أعمالك الإعتيادية لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهمش إنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ولا تبالغ بمصاريفك وكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعاً ما زال القمر موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح فحاول إنك تضبط عصابك وحاول قدر الإمكان ما تتخذ قرارات حاسمة إنجز فقط ما هو ضروري وعاجل من العمل المتراكم وخلد للراحة بيترى تغيير للأفضل على صحتك من ساعات الصباح تستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس طبعاً بتنشطوا بين الأصدقاء لغاية ساعات الصباح برضو ممكن إنه يتوجه لك دعوة أو لقاء أو اتصال ولكن لا تعتمدوا كثير على أي وعد يقطع لكم من أحدهم خلال هاي الساعات وما تتخذ قرارات حاسمة لأنه من ساعات الصباح القمر رح يوصل لبيت متاعبك فعشان هيك بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم لا توقع على عقد وما تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ولا تقرر على شيء عشان ما تخيب أمالك وإحذر من البلبلة والالتباسات حاول إنك تعمل بشكل روتيني وما تبادر بشيء جديد برج الجديد بالنسبة لمواليد برج الجديد طبعاً بتكونوا تواصلوا أعمالكوا الاعتيادية ما تبادروا لعمل جديد ركزوا بشكل جيد بعلاقاتكم مع المسؤولين ما تتغيبوا عن أعمالكم لغاية ساعات الصباح وأيضاً حافظوا على سمعتكم يعني بدون مجازفات أو مغامرات أو مشاكل أما من ساعات الصباح وانا بتلتقوا الأصدقاء اليوم العلاقات الاجتماعية بتصير قوية جداً وبتنشط بشكل قوي بإمكانكم تبادروا لأملاقات الآخرين بيطمئن بالكم لأنه اليوم بتجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم مش إنك ما تستسلم بل كرر المحاولات وبرضو اليوم ممكن يتوجهلك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً بما إنه فيه خلوه مسار لغاية ساعات الصباح فعشان هيك اللي بده يتقدم لأمتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد ومع يعتمد على الحضوظ رغم إنه بظل في بعض الاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن بدك تنتبه في المقابلات والامتحانات وأيضاً أثناء تنقلاتك أو سفرياتك على أمتعتك أو أوراقك أما من ساعات الصباح وما بعد فهنا بتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الإجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم مش إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول إنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع تبدأ بمرحلة جديدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل لتقديم الطلبات أو المقابلات برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعاً بدكوا تتجنبوا أي شراكة مالية من الآن وحتى ساعة صباح وتتفحصوا حساباتكم المشتركة خصوصاً اللي هي الأموال اللي معك شارك فيه بنك، ضريبة، مال الزوج، الزوجة وبرضو بتكون تخففوا من النفقات وحاولوا إنك ما تكفلوا أو تضمنوا أو تدينوا حد فلوس أما من ساعة الصباح فهنا بتنشغلوا في مسائل تتعلق بالسفر أو اتصالات بعيدة أو أشخاص خارج البلاد ويعني بداية فترة مناسبة لعجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأوا عمل أو دراسة جديدة وممكن تناقشوا أي موضوع بقوة وذكاء وتتجرؤوا على رفض أي شيء ما بناسبكم لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر خلال هذا اليوم هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة وبعض موليد برج الحوت ممكن يكون عندهم سفر محتمل هيك منكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء